اهلا بكم الحقيقة النهاردة يوم مهم جدا جدا انه يوم فيه الجديد فيه دايما الدينوفو في الطب وده شيء بياتركت اي عقول وخصوصا انا انا احب جدا اتكلم عن حاجات الجديدة لكن قبل ما بتكلم عن الجديد اعايز اتكلمكم حاجة قديمة حاجة من ايام الفلام لا بياد والاسفل كان زمان او لما بيجوا يعبروا عن ان واحد تقدم في السن في المرحلة عمرية متقدمة خصوصا لما يكون يعني جايبينه هو شاب وبعدين كبر في السن يحطوه فيه صورة دايما حد ما بيقدرش يحرك مفاصله بسهول عنده خشونة في الحرك حتى على لسان الممثلين بتوع زمان او لها كانها ركبي ايا ركبي كانت فاردوس محمد في فيلم سموسفير جهنم فيلم حلو قوي كانت دايما تشيكله ايا مفاصلي ايا ركبتي الركبة كمفصل وكل المفاصل فيه كلمة مخيفة جدا الناس كلها بتخاف منها كلمة الخشونة بس الركبة بالذات فيه عاجات احنا بنضر بها ركبنا كلنا من ضمن العاجات اللي ممكن تزود فرصة الخشونة في الركبة اعدة القرفصاء اعدة اللي فيه الانسان يقعد ما ارفص دي اعدة في منتهى الخطورة اعدة في منتهى الخطورة فيه ناس كتير بتعملها على فكرة اعدة شعبية يعني فيه الناس طبعا عدتها تقعد اعدة القرفصاء دي فيه طبعا الاعدة التانية الخطيرة جدا بسموها وضع اللوتس وضع زهرة اللوتس ودي وضع اليوجا المشهور هنشوف سورتها دلوقتي الاعدة دي خطيرة للركبة ودي ممكن تقدي الى مشاكل فيه اربطة الركبة ما تفتكرش ان هذه الاعدة امنة تماما قعدة اللي اللي انتوا شايفينها دي دلوقتي دي في منتهى الخطورة دي دي بتضر بالركبة ضررا كبيرا طبعا دول اه لسه في مرحلة يعني الشباب وعندهم اللي يقى بدانية عالية وهو الاخيري لكن مع الوقت ثبت قلميا ان اللوتس بوزشا او جلسة اللوتس قد تزيد من خشونة الركبة برضو الحناء الركبة الجانبية ده اخطر بقى من كل ده ده بقى اخطر حاجة فيها تحميل وضغط ببيت جدا على مفاصل الركبة في 2013 قالت ان الحناءات المتكررة في الركبة الجانبية تؤدي الى التهاب في المفاصل الايوة هي دي ان انا حرك الركبة بشكل جانبي لعبة الكورة كتير ممكن يحصل لهم ده اللي هي الانحناءات الجانبية ساعات بقى الناس بشغل في السوبر ماركت بيجيب حاجة بيسلم بطريقة معينة بينتقل يعني بلا وعي من منطقة مكان لمكان ده ممكن يتعرض الى مشاكل خاصة بالركبة فخلي بلكوا الركبة شيء في منتهى الاهمية والتعامل بيه او تعامل معه ده لازم يكون بحاطر شديد جدا الاعداد الغلط والتصرفات الغلط ده شيء خطير للغاية قد يؤدي الى خشوة النهاردة كلام جديد ازاي نتعامل مع احدث تقنيات الطبية ازاي وصل القلب في تطوره الى التعامل مع مشاكل المفاصل النهاردة حوار اكسترا اردنري مع ضيفي العزيز دائما صاحب السرق في كل حوار جديد فيما يتعلق بمشاكل المفاصل ومشاكل العمودة الفقر مشاكل المتعلقة بهذا الجهاز الصعب جدا اللي احنا بنسي استخدامه الاسم الكبير والقدير والصاحب الجديد دائما السيد دكتور ايمان عينب في قوانين في الجسم ما نقدرش نبدلها ولا نغير قلم قضاء هريده انزل لقضروفي وانزل لقضروفي يعني اعمل قملي هو مش محترف يتجنب بالمخاطرة العالية لانه هدفع ثمنها ذات 15 سنة باخد علاج مش بتاعي ازاي احنا نكسر القانون ده ونوصلك لمرحلة البناء والتصريح البي ار بي عزل عالم المثير لا فيه اولويات وانا ما بفكر العين بفكره في الاولويات دي اني بشهر هاخفه وهرجع لطبيعة عمري ما كنت اتخيل كده الاستاذ الدكتور ايمان عينب استاذ جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري بكلية طب جامعة القاهرة حاصل على دبلومة علاج الالم بتنظيم فيسيولوجية الجسم ميلانو ايطاليا زميلة جامعية العالمية لجراحات مناظر العمود الفقري فرنسا صباحولي في هذه الحلقة المسيرة الجديدة المتفردة الرحب بضيق العزيز طبعا يعني الاسم المتميز بسوط دكتور ايمان عينب اهلا بك دكتور ايمان ازاك عايزة قبل ببدأ في النهاردة في الحوار المسير المهم الجديد جدا انا اسألك برضو عن حاجة كلاسيكية جدا الخشونة والقلم المزمن في المفاصل اه طبعا زيت هو جزء راسي احنا اهل منطقة الشرق الاوسط بالزيت مصر ومنطقة دلتا النيل دي انا رحت المتحف البريطاني في لندن لقيت حطين من ضمن المميات ركب في خشونة والام في العمود الفقري فيه تآكل وتزحزح وكاتبين جنبه ان دي من امراض الشائعة في منطقة حوض النيل مصر والسودان فوضح ان احنا طبعا جزورنا مع الحمض ناوي بيتناقل فبقى الاصابة مع التكنولوجي الحياة السريع والرتم وقالت الرياضة طبيعة الاكل اللي اتغيرت تماما تماما بقت من الاكل صحي لاكل غير صحي التدخين اللي زاد التلاوس اللي زاد كل ده بدأت ألم المفاصل تظهر بدري وبدأت تسوق بالتدريج هنتكلم احنا ليه ألم المفاصل ما بتخفش وبتسوق وليه العين من مزمن بسيط لمزمن سايق جدا ليه كان بيسيطر عليه شوية مسكنات خفيفة دلوقتي ما بيسيطرش عليه أي مسكن ليه بالوقت حاجات تانية بتتعديه ليه رجله بدأت فيها الألم وبعدين بقت في الفاخد وبعدين في الظهر اللي بينتشر فكل دي برضو هنترجم اللي بيحصل للناس إيه إيه اللي بيحصل للناس الخلايا لما بتبقى مزمنة في الالتهاب بتبدأ تطلع مواد من جوه اسمها انتر لوكين وان ده عبارة عن عملية تدمير ذاتي للخلايا عارفة إما الواحد يبقى شايل حزاب ناسف ويفرقع ويفرقع اللي حواليه الخلايا بتعمل كده بقى أول ما الخلايا يحصل فيها الالتهاب كتير تبدأ الخلايا تموت تروح منفجرة مطلعة الانتر لوكين وان يبدأ سلسلة التدمير تشتغل انتر لوكين ده محفز للالتهاب بيبدأ يوسع الشرائن يدخل دورة دموية كتير والخلايا اللي تخش تبدأ تشتغل كخلايا التهابية بيطلع هو منلي يعني بتفرز أكتر حاجة من قرات الدم البيضة حاجة اسمها المونوسايت فأول ما بيظهر السايتوكين أو الانتر لوكين وان ويزداد بتبدأ الخلايا تموت ويبدأ عملية الالتهاب تنتشر وبتبقى انت برا السيطرة عشان كده المريض يقول لك أصير رجلي كده بتوجعني شوية وبعدين بقيت توجعني وضعيفة مش شايلاني تقعني لأن الخلايا والمفصل نفسه بقى ملخلخ والعضلات ضعفت ففي عملية التأكل بتحصل جوه الجسم مش بس وجع ده وجع وضعف فدي الكارسة السوداء دي ما بنقدرش نساطر عليها بالأدوية ما فيش أي أدوية عندنا توقف سلسلة التكسير دي احنا آخر حاجة عندنا اللي بيشغل على البروستج لندن اللي هو بيشغل على القلم وخلاص على كده ما نقدرش نوقف الانتر لوكين عشان نوقفه لازم نستخدم الحاجات اللي ضد الانتر لوكين ده اكتشفوها بقى بحاجة اسمها الأورثوكين أيوة العلاج بالأورثوكين ده بدأ في التسعينات كانوا بيستخدموه للحصانة بتاعت السباق اللي عندهم إصابات في المفاصل وكانوا بيتعالجوا وبيخفوا بسرعة جدا وبرجعوا بسرعة قوي للسباق بدأ سنة 2012 في ألمانيا يشتغلوا به وبعدين بقى بالنسبة لهم هو الشهرة العالمية في كل اللعيبة الانتر ناشونال بيتعالجوا عندهم أمريكا تقريبا معظم الناشونال تيم اللي هو فريق الوطني بيتعالج في ألمانيا بالأورثوكين ده الانتر لوكين وان أما بيبدأ ينزل من الخلايا بيخش على الموصلات اللي هو الكلون عارف الكلون؟ الكلون ده المفتاح اللي بتاعت الكوالين ده نقدر نقول إن الانتر لوكين وان ده حاجة زي مية النار كده هو ده جزء منه هم 11 نوع أسواقهم هو انتر لوكين وان 11 نوع من الانتر لوكين كلهم اسمهم سايتوكين ده بينزل كل مفتاح من دول من الانتر لوكين بيخش على الكلون بتاعه في الخلايا ويبدأ يغير فيه يبدأ يقصر شفت أول ما بيمسك في الكلون بتاعه اللي شبهه يبدأ إدي الإشارة العصبية تبدأ خلايا تستجيب ليه كويس عشان أنت توقف مستحيل تعرف توقفه إلا أنك تسد الكلون ده يعني تحط المفاتيح التانية دي اللي شبهه بس ما بتشتغلش بس تقفله الشغل بتاعه زي كده فتيجي تخش بالمفتاح ما يفتحش معاك الكلون زي كده بالزبط فأنت خلاص وقفت الضرر بتاعه فأنت طفلت التهابات المزمنة دي ميزة الأورثوكين اسمه أورثوكين عشان كده بمضاد للسايتوكين بنطلعه منين؟ بنطلعه من نفس الخلايا بس بطريقة تانية في التصنيع إن احنا بنسيب عينة الدم من المريض نفسه لمدة 24 ساعة يعني فيه فيديو برضو شرح كويس قوي عليها بناخد العينة بنسبف الإنكيبيتور على نفس حرارة الجسم لمدة 24 ساعة هتبدأ خلايا المونوسايت اللي هي بتفرز الانترلوكين بتفرز مضادات الانترلوكين مضادات السايتوكين فنبدأ ناخدها ونحن بيها المريض على كذا جلسة ونحفظها في درجة حرارة أه قليلة ده تأثير السايتوكين على الغضاريف اللي على الشمال ده غضروف سليم اللي على يمين ده غضروف متأكل بسبب السايتوكين السايتوكين مشكلته إنه بيكسر العضم بيكسر الأنسجة وبيكسر الأربطة في صورة وراها بتشرح جدا تأثيره على كل أنسجة الجسم من أول العضم فالغضروف فالدورة الدموية فبيضع في العضلات فده بيعمل مشكلة مع المريض في الآخر ضعف في الأنسجة يعني حتشوف دي الصورة اللي بيبين وبعدين بتبدأ يرفع حرارة الجسم شوية من التهابات المزمنة يعني يقولك أنا حاسز دائما حرارتي عالية شوية بسبب التهابات المزمنة فهو عملية تدمير بتحصل جوة الخلايا عشان كده يعني بيجي لك تاني سانة يقولك لأ أنا أسوأ من السنة اللي فات اللي بعد كده لأ أنا كنت من سنتين كويس جدا ليه بسبب الانترلوكين بسبب السايتوكين فده مفتاح التصليح انت تعرف المشكلة فين تحاول تبنلها العلاج بتاعها عزيم أنا عايز بس الناس تحفظ معانا هي المسألة أشبه بمجرم وحاة بوليس أو نقدر نقول عليه يعني هو مش مجرم عادي ده مجرم إرهابي يعني ده تلقو تلقو ولو زي ما تقول أكتر من جوى الصفر يعني له أكتر من اسم فالمجرم المشهور هو السايتوكين صحي كده؟ صحيح ولكن له جوى الصفر تاني أو له صورة تانية في الطاقة تانية ما هو راجل بقى مجرم عالمي يعني اسمه انترلوكين انترلوكين صحيح وانو مش عارف ايه والكلام ده كل أنا بحاول لنمنع دخوله البلد لأنه أول ما هيدخل هيولع في البلد فأنا بمنع دخوله البلد بيننا سد منافس دخوله إرهابي هيدخل البلد فهنا سد بالزبط فسده بإيه بالأورسوكين الأورسوكين يعتبر هو نقدر نروح حرس الحدود حقيقي حلو التشبيه صحيح كده ده اللي بيروح موقفه تماما وفصله عزله عنك فبقاش مؤذي بالنسبة لك بنسح فصلات أسامي بس عشان نبس ما تتوش منه المكرم الجبار العالمي الإرهابي اسمه سيتوكين صحيح له صور كتيرة وأسماء كتيرة منها الانتر لوكين صحيح اللي بيقف قدامه وحرس الحدود بالنسبة له اسمه أورسوكين أه الأورسوكين بقى ده نفتق نقرد منه شوى حكيلي عن الأورسوكين فيه فيديو حنشوفه أه الأورسوكين زي ما قلنا اكتشفوه في ألمانيا وبدأوا يشتغلوا به في ألمانيا على الأمراض المزمنة هو الأورسوكين مالوش تطبيقات إلا على علاج الألم والأمراض المزمنة يعني احنا لو تكلمنا قبل كده على الـ PRP كان بيستعملوه زمالنا في التجميل والجلدية وكده ده الأورسوكين محدش بيشتغل به أو مالوش تطبيق إلا بوقف التعبات المزمنة وتدمير الخلايا وإعادة كمان البناء ده ده احنا شفناه ما ده بيورهولنا تانى عشان نحفظه بس احنا عايزين ما عليش نعايز أحفظ الناس الحدي اللي صعبة نشرحها تاني الخلايا لما بتبدأ اتعرض للتهابات وتبدأ عملية التدمير تحصل فيها تنفجر وتبدأ تنزل المواد اللي حتفرق ع كل الخلايا اللي حواليها يعني واحد مات عايز يمواد كل اللي جنبه إرهابيهم بالضبط فكل دول بينزلوا عشان ينشطوا عملية التدمير في الخلايا فتبدأ تمسك في الكوالين بتاعت كل خلايا وتشغلها لحسابها بالطريقة اللي هي عايزاها علشان تبدأ عملية التدمير تحصل فيها علشان تمنحها لازم تسد كل منافذ الدخول لها بحاجات شبيهة لها بس بتوقف شغل الانترلوكين ده القرسوكين بيعمل كده نفس الشبه بيمسك في كل الكوالين بتاعت الخلايا علشان تمنع دخول مفاتيح فيها تماما فكل الأبواب تبقى مسدودة فشة ده اللي بيحصل عندنا كمان فيديو لطريق التحضير القرسوكين هي مزيت حاجتين طبعا من دم المريض كل عينة فما فيش حاجة غريبة عليه فما لوش قصار جانبية خالص دي نمرة واحدة نمرة اتنين احنا مش عناعرف نحضره إلا من دم العين ما بلوش تحضير تاني لا بتصنع برة ولا فيش هركات بتعمله فهو بناخده من دم المريض يا ربنا خلق لنا دايما المفاتيح في جسمنا خلق المرض وخلق مع العلاج اللي اعرف يوصله يعني فبناخده من المريض نحطه في ده الانكيوبيتور الحضانة بنزبطه على نفس ضرارة حرارة الجسم لمدة 24 ساعة دي كفيلة ان تبدأ الخلايا المونوسايتز تنزل الأورثوكين وبعد كده نبدأ ناخدها ندخلها في جهاز الطرد المركزي نفصل العينة بس المراضي بقى احنا مش هناخد الصفايح احنا هناخد البلازما اللي فيها الأورثوكين قبل كده كنا ناخد الصفايح والبلازما منهتمش بيها ودلوقتي لأ كل الشغل على البلازما وبناخدش الصفايح وبعد كده ممكن نحفظها عندنا في درجة حرارة تجميد شوية ونستعملها للمريض في كذا حقنا وراء بعض مع دوت مفيش موانع استخدام للمضادات الالتهابات أو العلاجات الأخرى اللي كان ممنوعة مع الPRP يعني مع العين مفيش أي موانع تاني حاجة انه بيجيب نتيجة سريعة جدا في علاج الألم بسرعة يعني بيطفل التهابات على طول احنا في خلال 3 أسابيع بالكل خلصنا الكرس بسا بناخد مرتين في الأسبوع 3 أسابيع بالكل خلصنا فده مستو انه كمان طبعا الحمد لله ينفع مع كل الأعمار وينفع مع كل مراحل الخشونة لأنه بيدي لعين نتيجة سريعة جدا في التحاصل نتيجة مستديمة برضو مش مؤقتة نقدر بعدا ما نطفل التهابات بقى نستخدم الPRP في البناء هو ده في قوة بناء بس أضعف من الPRP في قوة ما طافي أكتر عارف ما بتخش على حريقة طفية بعدين محتاج ترمم بقى فأنت ده بيطفي على طول وبعدين ترمم بعد كده فبنجد الرجمع بينهم أو نبدل بينهم مع المريض طالما جات سيرة الPRP اللي عايزك بفرق بقى بين الPRP والأورسوكين طالما احنا جابنا سيرة الPRP لأن الناس هتطلخبط أنا عارف وانتوا مش بيقولوا ده هو نفس الPRP صحيح هو من دم المريض الاتنين ودي الصورة اللي بتوضح الفرق اليمين ده الأورسوكين الشمال ده الPRP اللي فوق ده البلازما دي اللي بناخدها مع الأورسوكين الطبق اللي في النص الزرقة ده الصفايح ده الPRP بقى فدي الحتة اللي بناخدها من الدم يعني ده بناخد جزء من الدم ده بناخد جزء من الدم شغلة الPRP تصليحي جدا وبيطفل التهابات أقل فده بناخده في العيان اللي هو ما عندوش التهابات عنيفة اللي مش جاي يصوت أي 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 يعني العيان اللي بيخشيلي بألم عنيفة قوي ده أنا أخد له على طول الأورسوكين ده بتاع الحاجات الحدي مطفي على طول التهابات بتاع الحالات الحدي الحدي أول لو مزمن وجاله نوبة حدي عليه أو لو عنده انزلاء قدروفي وحاجة اسمها عرق الناس ده محتاج علاج بسرعة يودي الألم أي حال حتى لو كانت فيه مززمان في الحالة بالظبط أكيوت انتوب في كورونيك صحيح فده اللي محتاج عليك سريع يودي الألم البي أر بي ما كنتش قادر استخدمه معاه قوي لأنه ساعد بيزاود الوجع شوية في التصليح فده باخده بعد كده في العيان اللي احنا عايزين نبني معاه فأول مريض اللي لسه حصل له الحاج الألم يعني الإصابة بس ما عندوش ألم عنيفة وعنده ضعفة أكتر يعني إيدي مش عارفة حركها جامد مش مساعداني في قوتها زي الأول ده البي أر بي ينفعه بسرعة أولا فالعيان ساعد بختار له ده أو ده أو بجمع بينهم مراحل أبدأ بالأرثوكين وبعدين أنتهي بالبي أر تي مين الأشهر الناس تتعالجوا بالألمانيا؟ هو ده اللي يمكن اللي بدأ في ألمانيا لعيب اسمه كوني برايت كوني برايت ده لعيب المنتخب الأمريكي لكرة السلة كان جاله أصابة في رجبته ورح ألمانيا تعالج ورجع لعب أكنه ما تصبش لدرجة أنه سموا الأورثوكين البراينت تريتمت يعني علاج براينت كل اللعيب أقلدته أي حد بيحصل لأصابة بيطلع لألمانيا بيطلع لألمانيا يتعالج ويرجع يعني لدرجة أنه بقى مسمع تسميحة رائبة وبالنسبة لهم ده أسطورة هناك في أمريكا في لعبة الباسكتبول فكونوا تعالج بيه ده ده سمعة عنيفة للعلاج في ألمانيا وبقى انترناشونال يعني بيسافروا لعيبة مصر ومن حتة كتير قوي بيتعالجوا بالأورثوكين ويرجعوا احنا بنحقنه فين؟ في كل حتة بيتحقن في المفصل بيتحقن في العضلة بيتحقن في العمود الفقري بيتحقن حولنا العصب زي الإبيديورل يعني بيستخدم في كل حاجة في كل مكان آمن مي في المية ملوش أي أثار جانبية وانت أي حتة محتاج تطف فيها للتهاب هتحقنه فيها بيتحقن في التنس قلبه بيستخدم بقى في مفصل كتيرة جدا من الأول مفصل الفخت الرجبة الكتف الإيد صابع الإيد أو التنس قلبه اللي هو الكوع بيستخدم في عضلات الظهر في العمود الفقري في إصابات الأوطار في إصابات الأعصاب العصب إنسداد العصب أو العصب الخامس هنمسيكم واحدة واحدة نتكلم عليه عايز أبدأ بي يعني حاجات ممكن يعني أنا هتراح لك بقى كأنها بروبلمز يعني لما أبدأ مثلا مثلا يعني بصداع النصف ودي حل التهابية تمام حل هي فيه آه في بقى صور حنشوفها دي حتديلك الصداع النصف معظمه بيبقى حاجة اسمها تنشن هدك زي العضلات دي شايفها دي كلها بتسمع في الدماغ إنها صداع دي عقد عضلية عضلة الترابيس اللي هي الترابيسيس عضلة سيروماستايد دي من أسوأ العضلات بتعمل صداع العيان بيبقى ساعات عارف التشخيص أنا مشكلتي طبعا بتواجه مع المرضى إن أنا ببدأ التشخيص من زيرو هو بيجي بحاجة أنا بقلبه حاجة تالية اللي بشوفه عنده فالعيان ساعات بيبقى جاي عارف العضلة دي بتوجعني أول ما تبدأ تعمل قلم أنا بيجي لنبط الصداع العنيفة ودي عضلة الكتف الإخوة السعودين بسمينها الأبهر فدي بسبب التكييف والقعدة دايما سند إيدك العضلة دي بيجي لها التابع عقد عضلين علاجة صعب جدا من مستحيل تقريبا علاجة إلا بالحق سواء كنا بنحيانها بي أر بي لو احتاجت أو القرسو كان ده الأسرع بيجيب نتيجة أحسن بكتير دي عضلة الليمباجو أخر الظهر العين اللي بيقعد كتير فطرت على مكتب دايما يقول لك قايم مش قادر أفرد ظهري أخد وقت عشان أفرد ظهري أول ما تحرك يفك دي كلها ألام خارج العمود الفقر ده برضو اللي لازم المريض يفهمه كل ألام اللي بتيجي مع الراحة دي خارج العمود الفقر ده مش غضروف خالص هو كل الناس بتيجي في الطريقة الكلاسيك عامل أشعة وأنا عندي غضروف تكشف عليه تلاقي ما عندوش غضروف في الكشف ممكن يبقى عندو في الأشعة غضروف بسيط مش هنيجي جنبه لأنه مش عامل أعراض يعني هنعالج مصدر المشكلة لأن الحاجات دي بعد الجراحة بتفضل موجودة فما يبقى ما عملتش حاجة مع المريض فدايما الألام العضلات ده ألام عضلة الفخد دي من أسوأ الحاجات اللي بيقعد يسوق فترات طويلة دايما وخصوصا لو عربية مانيول مش اوتوماتيك دايما عضلة الفخد يجي ملتهبة عنده طبعا برضو بفتكار هنزلق ده اسمه عرق الناس الكاذب اللي هو بيجي من العضلة وبيجي من الأربطة ويبدأ يعمل ألام ودي الفشلاتة عارف تنصر فشلاتها دي من أسوأ الحاجات دي من برضو ديت من الحاجات المشهورة جدا دي برضو مشهورة قوي دي إصابات الأوطار في الرجل بقى دايما يفتكر إنه عنده تنميل نقرس طبعا أو غضروف رجل منملة ودي طبعا بسبب برضو الأوطار والوزن التقيل نبس الجزم الدايق شوية الوقفة فترات طويلة ده التهاب في الوطر بشوفه كتير تشخيصه برضو بيبقى مش دايما صح في الأول مع معظم المرضى بيجي بتشخيص تاني بس الحق أنه بيجيب نتاج هايلا كل دول بيتعلموا بالورس بالحق أن أه يعني بص ما فيش حتى في الجسم بحناش احنا جبنا أمثلة يعني ده أعتقد إنه ممكن ربع أو خمس مفصل الفك عضلة الجبهة عضلة الوش كل دي عضلات بتعمل ألام عنيفة انت عارف أي مشكلة فيهم بتدوص حياة مريض ده بتعادوا ممكن يسيب شغله ممكن تلاقي حياته تلخبطت بسببها قصبي على طول تمام على طول مسكنات ممكن تبوصلك كلا في أولمات بعد كده بس لقى ضغطها ارتفع بتعرف كل المسكنات بترفع الضغط آه صحيح إن أنا السرائدر كلهم برفع الضغط ويريد بتعالج المشكلة يعني هي حتسيبوا المريض بمرض تاني مع الأولاني إذن إحنا جبنا أمثلة للعلاجات لكن عايز أشوف برضو حالات قبل وبعد يعني هل متبان عليهم آه في مرضى بعد أما بيتعالجوا بيحبوا يتأكدوا فبيعملوا للرنين وبيجوا فده مريض واحد منهم كان عنده نزلق غضروفي بين الفقرة خمسة وستة على ناحية الشمال دي قبل شايف باين إزاي الغضروف العالمين ده حتة كبيرة خارجة على الحب الشهر بعد ثلاثة شهر اتحسن وعمل رنين جديد ويجي الغضروف ده خلجوا خالص آه أو الحتة اللي بره بسيط الجسم تخلص منها آه فما بقاش فيه ضغط خالص على الحبل الشوكي الحمد لله فيه برضو مقاطع عرضية حنشوفها اللي فوق دي القبل حتشوف العصب للشمال اللي علسها حتة غضروف جنبه بين المقطع اللي تحت راح الغضروف ده يعني حتشوف هنا شوف اللي فوق دول غير اللي تحت فالحمد لله الغضروف اختفى ده بعد ثلاثة شهر من الحق فالنتاج لقى كويسة الحمد لله 75% تقريبا من حالات بتحسن عظيم جدا عظيم جدا هرجع تاني انا دايما في حلقاتك بالبحاريس على ان انا اشرح للناس بدقة لانه كلام بيبقى صعب شوي آه هو دي بركة فيك بصراحة فعايز ارجع للفيديو الاولاني للمرة التالت كلا كده تالت مرة حفظ الناس احنا في حالات الالتهاب بيطلع مادة اسمها نبدأ بقى تاني نشر آه الخلايا الالتهابية المزمنة آه بتبدأ تفجر نفسها وتحاول تموت الخلايا اللي جنبها آه ما يعني علشان غزا في المريض آه شرح نعاركم بكل الاشكال آه عشان ما هاتش كون مش فاهم بالزبط آه فتبدأ طلع ألغام دي زي الألغام اللي بتطلع آه تمسك في الخلايا هني زي القنابل اللي عارف اليدوية عارف القبلة اليدوية آه بالزبط والله شرحها بالزبط الانشطرية لا قبلة اليدوية دي ايو 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 بالزبط بيربيها ما هي دي الألغام اللي بتنزل آه تبدأ ترشأ في الخلايا آه وتبدأ تغير فيها من مكوناتها وتغير من طبيعة الخلايا علشان تخليها خلايا التهابية زيها تنتهي انها تمفجر وتموت آه وتبدأ بقى توسع الدورة الدماء عشان تدخل خلايا كتير للمنطقة علشان تموتهم وتباوز الدنيا هو دي مشكلة الالتهابات المزمنة لما بتبدأ بتبدأ تنتشر وتضعف الأنسجة علشان توقف شغلها لازم تسد كل المنافذ اللي بتخش منها بايه بحاجات شبهها نفس التركيبة نفس السن اللي بيمسك مع الكلون بيقفل له الكلون خالح زي ما بتيجي تخش البيت تلاقي حد حضت مفتاح من جوه مش عارف تفتح آه مستحيل تعرف تخش بيبقى خلاص غيرا ما تخش تلاقي المفتاح الأفلاف ودخش جوه بقى تعمل اللي انت عايزة آه إنما قفلت له الكلون مبارة مش عارف تخش البيت خلال ليستلوا المكان آه فالأرثوكين بيعمل كده بيقفل كوالين بتاعت الخلايا كلها في وش السايتوكين الأسئلة الكليسيكية هل انبغي تكراره في دراسة لغاية سنتين العينين هايلين وكويسين جدا آه في ناس اللي هما كبار السن عملية التكسير بترجع تنشط تاني فده بيحتاج جرعة تحفزاي آه والصغارين في السن معظمهم بيمشوا كويس بغير ما يريع بتعالجوا تاني آه هل في ناس مثلا اللي عندهم فيروسي اللي عندهم تعدى ممكن يتملهم هذة التقلية؟ آه الفيروسي السكر القلب الضغط يقدر سيولة الدم آه سيولة الدم احنا بنخاف منها فعشان كده دول بنستبعدهم اللي عندهم التهابات عنيفة زي التهاب في الغضروف زي التهاب بكتيري وحرارة عالية ده مش هستفيد اللي عندهم أورام أو ألم أورام أو الورم منتشر في العض ده مش هستفيد آه احنا بنشتكلم على الألم بس ما نتكلمش اللي على جلطات ولا على نزيف ولا على شلل لأن الحاجات دي برضو مش هتستفيد آه احنا بس بنتكلم على مريض عنده خشونة عنده ألم منعه من الحركة بالصورة الكاملة أو عمله إعاقة بدنية إنه يرجع سليم تاني زي الأول الالتهاب هو بعبع العالم الآن العالم العادي والعالم الرياضي الاتنين دول مرعوبين دلوقتي من الالتهابات خليكوا دايما مع الدكتور